تعادل مخيب في أول مباراة من دول المجموعات لمنتخب مصر قدام منتخب موزنبيق المباراة اللي كنا بنتمنى أنها تنتهي بفوز مريح لمنتخب مصر أو على الأقل فوز يدمن لنا بداية جيدة لأم أفريقيا اللي عندنا فيها طموحات وأمال كبيرة أن احنا نحقق لقابها المسم ده بعد فترة غياب طويلة مادناش نكسب فيها البطولة ولكن للأسف بعد بداية قد تكون جيدة بتسجيل هدف في الديئة 2 منتخب مصر بيتراجع جدا علشان يستقبل هدفين من موزنبيق وبالتالي بيصبح آخر أمانة أو أقصى أمانة في الدقائية الأخيرة هو التعادل مع منتخب كنا بمطمح في الفوز عليه علشان نتحرك لمباراة غانا وإحنا عندنا أمال أكبر بكتير المباراة كان فيها أكتر من علامة استفهام أهمهم طبعا على روي فيتوريا اللي بدأ المباراة ببعض التغييرات في التشكيلة ما كناش نتمنى أن نشوفها أو ما كناش عندنا إجابات واضحة وسهلة عنها قبل المباراة والمفاجأة أن احنا أثناء المباراة كمان ما قدناش نوصل للإجابات اللي تريح فكرنا أو تريح مخنا عن أسباب اللي روي فيتوريا بدأ بيها التشكيلة دي وعلشان ندخل في التفاصيل على طول احنا كان عندنا طاقع أنه بضم أحمد فتوح للقائمة النهائية لمنتخب مصر وأنه هيكون العنصر الأساسي زي ما كان العنصر الأساسي لمنتخب مصر في معظم الفترات أو في معظم مبارات اللي بدأها روي فيتوريا وأنه ضموا لمنتخب مصر لقائمة المنتخب سواء في المباراة الودية الأخيرة قبل المعسكر البطولة أو في معسكر البطولة نفسه لأنه روي فيتوريا مقتنع تماما بوجود فتوح حتى في ظل أنه بيبتعد على المشاركة في ندي لمدة طويلة ولكن تفاجأنا أنه أول مباراة في البطولة بيكون فيها غياب لأحمد فتوح وهو كان علامة استفهام واضحة بجانب مجموعة من علامات استفهام على تركيبة وسط الملعب المكونة من حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو وبالتالي مجموعة علامات الاستفهام دي قدام منتخب موزنبيق تترجمتها النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وخلتنا نبدأ المجموعة بشكل مش أفضل حاجة ومش بالشكل اللي كنا بنتمناها خلينا نبدأ في التفاصيل على طول ونخش على الشكل التكتيكي لمنتخب مصر الشكل المعتاد أو اللي كنا متوقعين أن احنا هنشوفه لمنتخب مصر هو أربعة تلاتة تلاتة بوجود أحمد زيزو على الطرف اليمين من وسط الملعب علشان يكون في ظهر محمد صلاح ووجود محمد النني أو واحد من محمد النني وحمدي فتحي كارتكاز وكنا متوقعين أن يكون فيه واحد ناحية تانية في المركز تمانية ناحية الشمال هو اللي يقوم بالأدوار الهجومية اللي متوقع زيزو يقوم بأدوار شبهها ولكن اكتشفنا أن ريف فيتوريا قرر يعتمد على حمدي فتحي ونني اللي كان معظم الوقت بيبانه أكتر كأنهم اتنين لعيبة مركز ستة وكان قدامهم محمد صلاح اللي كان بيبان في معظم الأوقات كأنه لعب رقم عشرة وكان الطرف متساب لأحمد زيزو الحقيقة أن وجود محمد النني وحمدي فتحي على خط واحد ما كانش قرار طوعية لمنطقة مصر أو ما كانش قرار محتاج ياخد ريف فيتوريا من قبل المباراة ولكنه كان رد فعل على الشكل اللي قابقتنا به مزمبيق ولأن أي مباراة بتتلعب بين طرفين فكان مهم جدا أن نشرح الشكل اللي مزمبيق بيحاول يدفع به أو بيحاول يلعب به بدون الكرة اللي تابع مباراة المزمبيق قبل البطولة تحديدا قدام منتخب الجزائر هيكتشف أن مزمبيق عنده فريق بيضغط بشكل قوي جدا عنده سلوب ضغط مميز يمكن يكون سلوب ضغط مش مستحدث قوي مش من أساليب الضغط اللي فيها تفاصيل كتيرة أو حركة كتيرة ولكنهم المبادئ الأسائي في الضغط ألا وهي الضغط المباشر أو الترحيل أو الضغط عن طريق أنه هو يقف المسارات التمرير هم بيقوموا بيها بشكل كويس جدا وهم بيعتمدوا على شكل 4-4-2 بوجود اتنين لعيبة مركز 6 في وسط الملعب وجود اتنين مهاجمين في خط القدام أدوارهم بتتبين حسب اتجاه الكرة فإن كانت الكرة في ناحية اليمين ده معناه أنه في مهاجم هيروح على المدافع اليمين والمهاجم الثاني بيكون واقف مع لعب مركز 6 عند الخصم ولما الكرة بتروح ناحية الشمال المهاجم الثاني بيروح على المدافع بتاع الخصم الثاني والمهاجم اللي كان هناك بيقرب من المركز 6 الغرض الأساسي من الشكل ده هو غلق مصارات التمرير للعمق وحرمان الفريل الخصم من الاعتماد على الارتكاز الأساسي بتاعه وعلى الطلوع بالكرة من خلاله وبالتالي بتلاقي انه معظم حركة اللعيبة بتميل للعمق فلو الكرة رح حدت هنا بنكتشف انه الجناح ده بيقرب هنا والجناح ده بيضغط على الباك ده والترحيلة بتحصل بالشكل الفلاني الشكل اللي احنا شايفينه حيث انه دايما يحافظ على لعب حر في وسط الملعب اللاعب الحر ده هو اللي سمح لمنتخب مصر النهاردة انه يقفل على الفكرة الأساسية لمنتخب مصر النهاردة هلا وهي وجود محمد صلاح في منطقة العمق او في مركز 10 زي ما بيسموه خلينا نحول نشرح منتخب مصر كان بيعمل ايه بداية من برات الجزائر اللي لعبها روي فيتوريا محمد صلاح وجوده في العمق بيسمح لنا باكتر من فايدة اولا هو ما بيضطرش صلاح انه يرجع يدافع مسافة طويلة مع الباك زي ما روي فيتوريا بيفضل اجناحة بتاعته الدافع ثانيا هو بيقربه لمنطقة صناعة اللعب الصلاح بقى مركز فيها اكتر بكتير الفترة الاخيرة وعدد صناعته للأهداف وصناعته للفرص زاد بشكل اكبر بكتير من قدراته على التسجيل او من ارقامه التسجيلية او التهديفية وبالتالي وجود صلاح في العمق بيسمح له انه يخترق في اماكن اسهل في التسجيل وفي نفس الوقت بيكون هو اللاعب الحر اللي احنا بنحاول نكتشفه في كل مرحلة اللاعب من الملعب لكن الفكرة ما كانتش بنفس القوة اللي احنا نفذناها قدام منتخب الجزائر لسبب ضروري ومهم جدا في مباراة منتخب الجزائر اللي كان بالعامة منتخب مصر كان صلاح وزيزو بيتبادلوا الاماكن واحد فيهم بيخش في القلب والتاني بيطلع الطرف وبعدين يطلع واحد فيهم على الطرف تاني والتاني يخش في القلب ده كان بيحط الباك لناحية محمد صلاح في معضلة السية لما يكون صلاح متمركز في الباكة الهجمة بيبدأ الهجمة بتاعته من الطرف وبعدين ينزل بيحط الباك ده في موقف صعب اما انه ينزل قراء محمد صلاح ويسيب المساحة دي فاضية لتحرك وسط الملعب اللي هو في الحالة دي زيزو او انه يثبت مع زيزو وفي الحالة دي بيكون صلاح لعب حر في مساحة خطيرة جدا ممكن في الحالة دي يستلم تمريرة جيدة في العمق وبالتالي نبدأ نتدرج ونبدأ نقلق خطورة لكن اللي كان بيحصل في مباراة النهاردة ان محمد صلاح ثابت تماما بيبدأ الهجمة من عمق الملعب وبالتالي عملية مراقبته اصبحت عملية اكثر سهولة مش بس كده لكن زي ما قلنا انه ترحيل منتخب موزنبيق كان ترحيل ناجح جدا وكان بيقفل على منتخب مصر المساحة اللي محمد صلاح بيحاول يستغلها فزي ما قلنا لما الكرة بتروح على الطرف الشمال لمنتخب مصر ناحية محمد حمدي واحمد حجازي الكرة لما بتكون على الطرف ده او ناحية محمد عبد المنعم قاسف لما تكون الكرة على الطرف ده المنتخب الموزنبيقي بيضغط بكل كسافة علشان يقفل المسافة او البصات ناحية محمد النيني وفي نفس الوقت بيترحل واحد بيأمن البص المباشر على الجناح الثاني اللي هو ترزيجيه وبيروح واحد يسيب محمد صلاح ويتحرك على حمدي فتحي والجناح العكسي بيسيب الباك ديمين بتاعنا تماما ويكون قريب لمحمد صلاح والناحية الثانية العكس تماما بيقرب الستة بتاعهم وهكذا وهكذا لحد ما يقفل على كل مصارات التمرير الشكل ده حرم منتخب مصر كتير جدا من ان هو يطلع بالكرة وبدأنا نشوف حلول بتقوم بها لعبة منتخب مصر هي حلول مش جيدة اطلاقا لانها ما بتساعدش منتخب مصر على حل المعضلة السيئة الا وهي نقص الكسافة العددية في وسط الملعب او ان احنا نقصين واحد على منتخب موزنبيك في نص الملعب هم دايما كانوا بيحافظوا على شكل في نص الملعب تلاتة منهم ضد اتنين من منتخب مصر فاللي كان بيحصل معظم الوقت انه كان حمدي فتحي بيتطر ينزل عشان يحاول يستلم من لعبة دفاع منتخب مصر وبالتالي كان متوقع مع حمدي فتحي انه لما هينزل هيسحب واحد من ثنائي وسط الملعب بتوع موزنبيك لكنه لأسف ما كانش بيحصل وكانوا بيرحلوا خطوة الضغط بتاعتهم وبالتالي بيكون فيه تلات لعبة من منتخب مصر هنا عاملين كسافة عددية في منطقة ملهاش ادنى اهمية وبالتالي كان بيكون الموضوع بيتول وقت الهجمة بيتول وقت استحوازن على الكورة وده اللي كان حصل في اول ربع ساعة لكنه في النهاية بلا فايدة اطلاقا بيترتب عليه انه لما خط موزنبيك بالكامل بيكون متقدم للضغط لما بينزله قابله قدام حمدي فتحي مصطفى محمد بيجد انه قدامه كسافة كبيرة جدا فبيضطر هو كمان ينزل عشان يستلم من وسط الملعب منتخب مصر عشان يكون حل التمرير من لعبة خط الدفاع بعد ما تقفل امامهم كل ما صارت التمرير وفي نفس الوقت صلاح بيحاول يقرب قدنى ما يقدر علشان يبعد عن الكسافة اللي في وسط الملعب لما بيقرب هنا بيحاول يطلب صلاح ودي شفناها في اكتر من لقطة بيحاول يطلب صلاح من خط الدفاع اللي هناك انه يحاول يرحل الكورة على الباك اليمين علشان يكون في فرصة صلاحة انه يقدر يتحرك في المسافة دي ويخلق زيادة عدية 2 على 1 على الباك الشمال بتاع موزنبيك ولكن ده في الغالب كان بيحصل ببطء شديد جدا وكان بيحرم منتخب مصر من انه هو يقدر يخلق او يستفيد من المساحات والغريب واللي يمكن ما كانش ملاحظ ابدا انه بالرغم من ان احنا سجلنا هدف في الدقيقة الاولى تقريبا او الدقيقة التانية لانه من الدقيقة الاولى كان واضح ان منتخب موزنبيك عنده افضلية بشكل كبير جدا على منتخب مصر في عملية الضغط والترحيل وحرماننا من مساحات التمرير الجيدة وحرماننا من خلق لعب زيد في مراحل اللعب المهمة اللي خلى المشكلة تزداد صعوبة هو انه رباعي خط الدفاع في منتخب مصر ما كانش عنده حلول اطلاقا في عملية التقدم بالكرة وانه هيقدر يعمل دريبل او يعدي واحد ضد واحد سواء محمد حمدي او محمد هاني او محمد عبد الماني عبد وحجازي ما كانش بيتقدمه بالكرة بشكل كافي بشكل يستفز لعبة موزنبيك انها تخرج من اماكنها وتضغط عليهم وبالتالي نقدر نخلق لعب حر كل اللعب بتاعنا كان نمطي جدا وكان هادي جدا وده يمكن يجاوب على السؤال الاول انه ليه ما كانش موجود احمد فتوح ان كان ما عندهش جهازية بدنية كافية يبقى انضمامه ما كانش انضمام جيد ولكن اذا كان موجود بجهازية بدنية اعتقد انه كان لابد ان يكون حل في الوقت ده في ظل ضعف محمد حمدي في القيام بدور التدرك بالكرة والدور اللي بيقوم به احمد فتوح بشكل جايج جدا سواء معنادي الزمارك او مع منطقة مصر وبالتالي دي ممكن تكون اجابة التساؤل الاول انه كان دورول يكون موجود احمد فتوح تساؤل التاني واللي قد يبدو منطقي جدا هل لو كان فيه مدافع تاني غير احمد حجازي او غير محمد عبد المنعم او تحديدا احمد حجازي وليكن ياسر ابراهيم هل ده كان ممكن يحل جزء من مشاكلنا في ظل انه احمد حجازي ظهر في المباراة دي وكأنه منهج شوية بدنية مش اقوى حاجة هل ده كان ممكن يكون حل الاجابة انه من وجهة نظر الشخصية انه لأ لانه كانت معدلاتنا القصية انه احنا محتاجين لو دفع بتاعنا يكون جيد اكتر بالكورة عنده جرأة اكبر على انه يتحرك بالاضافة لكده لانه ايجاد محمد صلاح في المناطق المهمة في المناطق اللي احنا كنا بنعرف نخرجه فيها او نستفيد منه كلام حر ما كانش بيحصل غير لما بيتم الترحيل على الطرف اليمين من الملعب وبالتالي صلاح بيهرب بنزول احمد ساد زيزو واحمد حجازي بيقدر يستحوز على الكورة اللي قدر يستغلها محمد صلاح بحركة احمد ساد زيزو وبحركة الترحيل وجود محمد صلاح في المساحة دي في ظل خطوط ضغط مقفولة جدا من موزنبيك ومسافات بينية قصيرة مقفولة كلها بالكامل كان الحل الوحيد هو التمريرات الطويلة اللي احمد حجازي افضل فيها بكتير جدا من ناسر الجاهيم وبالتالي ده يكون اجابة على التساؤل التاني اللي هو مهم جدا ولكن وجود احمد حجازي ومحمد عبد المنعم كان فيه مشكلة أسية مش رجعة لشخصيتهم او لأسمائهم بالفعل ولكن رجعة للأستراتيجية او لكيفية تنفيذ الدور الشكل اللي احنا حاولنا نشرحه بتاع ضغط موزنبيك اللي هو واحد بيضغط على المدافع والتاني بيكون قريب من الستة واحد من الاشكال اللي انتشرت في اوروبا من سنين مش مصيطة وكان ظهرت له بعض الحلول واحد من اهم الحلول اللي ظهرت انه الاتنين المدافعين يوسعوا عرض الملعب مع تقدم البكات علشان تسحب الأجناحة تحت الخصف ويكون فيه في العمق مساحة اللي ان احنا نقدر نتمركز بشكل واحد ضد واحد بهذا الشكل لو ده حصل والبكات بتاعتنا سحبت الأجناحة بتاعتهم وبقى عندنا قدرة ان احنا نخلق هذا الشكل ووجود الستر بكات بتاعتنا في مسافات واسعة ده يخلي نتدرج بالكورة حتى لو كان فيه استخدام لحادث البرمة هو بيعجز الاتنين المهاجمين دول اللي هما مضطرين يدفعوا عن مساحة واسعة جدا فيها عدد اكبر من اللعبة منهم وبالتالي الكورة لما تكون على الترف ده والمهاجم ده يروح على المدافع ده ويكون ده قريب من الستة لما الكورة بتطلع هنا تاني المفترض في الحالة دي انه يكون محمد إنني او المتوسط المايداني رقم ستة يكون قريب جدا علشان يبعد المسافة بين المدافع التاني بتاعنا وبين المهاجم اللي مفروض هتحرك له وقت استرامل الكورة المسافة الطويلة دي بتسمح للمدافع بتاعنا ده انه يكون عنده مساحة أوسع للتدرج بالكورة علشان وقتها هيجبر واحد من نص الملعب انه يطلع عليه علشان يقابله في المساحة الكبيرة دي ويمنعهم من التقدم وبالتالي أصبح عندنا لعب حر كل ده كان ضروري وجود فيه اتنين بقدرات جيدة بالكورة زي أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ولكنه للأسف ما حصلش وشوفنا في معظم الأوقات انه محمد عبد المنعم وأحمد حجازي قريبين جدا من بعض لدرقة انهم كانوا بيتحركوا مسافات طويلة جدا علشان يقابلوا بعض ويستلموا الكورة من بعض في مسافات صغيرة مش بس كده كنا بنلاقي محمد الناني كمان قريب منهم بشكل كسيف جدا وبالتالي بيبقى هم نفسهم خلقين زحمة عن نفسهم ومسهلين مهمة الاتنين المهاجمين بتاع منتخب مزمبيق في عملية الضغط والترحيل على السلاسي وبالتالي وجدنا مشاكل مش بسيطة في عملية الخروج بالكورة مضاف إلى ذلك انه نزول حمدي فتحي أو نزول محمد صلاح ما كانش هو الحل أبدا لأنهما كانوا بينزولوا في مسافة دعيدة عن اللي كان منتخب مزمبيق وعايز دفع عنها فالاستلام أو الاستحواز في الأماكن اللي من الشكل ده ما بيسببش أدنى مشكلة إطلاقة لمنتخب مزمبيق وطبعا إحنا أكدنا على أنه فيه ضعف في البكين الطرفة عندنا في عامات التدرج بالكورة بواحد ضد واحد وبالتالي منتخب مزمبيق بشكل شبه كامل عزل وعجز منتخب مصر عن خلق فرص طوال أحداث المباراة تقريبا وبالتالي ما قدناش نخلق فرص بكسافة والفرص اللي خلقناها كلها كانت معظمها فرص بتروح بالصدفة أو بأخطاء فردية معتادة من منتخبات الأفريقية ده كان عن شكل منتخب مصر بالكورة واللي ظهر بشكل واضح جدا أنه مش قادر يخلق فرص بكسافة تسمح له يهاجم أو يسبب خطورة أو يسبب مشاكل لمنتخب زي مزمبيق لكن اللي كان مفاجئ أكتر بكتير هو أن شكل منتخب مصر بدون الكورة كان هو كمان في شيء من السوق ليس بالقليل وهو ده الوضح في أكتر من لعبة منتخب مصر هو الآخر كان بيدافع ب4-4-2 وفي نفس الوقت منتخب مزمبيق كان بيهاجم بشكل 4-3-3 بس منتخب مصر كان عارف المشكلة الأساسية أو روي فيتوريا بالتحديد عارف المشكلة الأساسية اللي بتواجه أي مدير فني لمنتخب مصر فعملية خلق استراتيجية للضغط أو خلق شكل مناسب للضغط في منتخب مصر المشكلة الأساسية هي أن احنا عارفين أنه كل حاجة هنخلقها في الوضع الهجومي قايم على جودة محمد صلاح وعلى قدرته على التصرف بالكورة وبالتالي وإحنا معناش الكورة إحنا بنجهز نفسنا تماما أنه لما تجلنا الكورة يكون صلاح في موضع سهل مش منهك من عملية الضغط وقادر أنه هو يخلق عملية التحول أو يكون قادر أنه يخلق فرص عن طريق استحواذه على الكورة وبالتالي بنختار طوعية إعفاء محمد صلاح تماما من الضغط وكان خلال فترة روي فيتوريا هي قلنا أنه أحمد زيزو ظهر لنا كحل للمعجزة دي أو كمعجزة لحل هذه المشكلة عن طريق أنه هو يكون اللاعب اللي موجود في وسط الملعب في ظهر محمد صلاح بيقوم بالأدوار الدفاعية اللي مطالب بيها محمد صلاح على الطرف الملعب علشان خطر يعفي محمد صلاح تماما من المهمة الدفاعية كمان روي فيتوريا خد قرار مهم جدا وهو أنه طلب من مصطفى محمد أنه ما يطلعش يضغط من قدام برغم أنه هو جيد جدا في الدور ده علشان في حالة أنه مصطفى محمد ضغط بكسافة من قدام وفي حالة إعفاء محمد صلاح طوعية من الضغط هيكون اللاعب رقم 6 بتاع مصنبيك معظم الوقت حر لاستلام الكورة من سناء خط الدفاع وبالتالي عندهم فرصة لتدرج وكسر أول خط ضغط وخلق مشكلة في وسط الملعب فكان الحل أنه نسبت مصطفى محمد أكتر ونأخر خطوط الضغط بتاعت منتخب مصر وقت عدم حوضاتنا على الكورة علشان يفضل تأثير عدم مشاركة محمد صلاح في الضغط تأثير ليس بهذه الجوهرية أو مش بالكسافة اللي ممكن نحسها ولكن اللي كان مفاجئنا واللي المفروض أنه ما كانش يفاجئ روي فيتوريا هو أنه منتخب مزمبيك كان قادر يحل المعضلة دي عن طريق اختبار منتخب مصر في عملية الترحيل من اليمين للشمال علشان نختبر محمد صلاح في دور صعب جدا أحمد زيزو اللي كان مطالب بتغطية محمد صلاح كان بيتحط في سؤال صعب دايما من منتخب مزمبيك ألا وهو هتعمل إيه في حالة أنه المدافع ده تقرر يطلع بالكورة الأدام خلينا نخلق شكل تخيلي الكورة كانت بتبدأ عند منتخب مزمبيك من الطرف اليمين بتاعهم الشمال لمنتخب مصر بشكل 4-3-3 وكان المدافع رقم 6 بينزل بين سنائي قلب الدفاع علشان يسحب مصطفى محمد لقدام ويخلي محمد صلاح يقرب معاهم وينزل الاثنين التمانية علشان الغرض الأساسي من اللعبة دي هو أنهم يخلقوا مساحة على الطرف اليمين وبالتالي في الحالة دي لما مصطفى محمد يكون بعيد ومحمد صلاح يكون بعيد وقت ما بتدرج الكورة وتروح للمدافع رقم ناحية الشمال اللي كان لها برقم 8 يكون محمد صلاح عنده مسافة طويلة جدا يجريها واحنا كن لنا متأكدين أنه بناء على تعلمات روي فيتوريا صلاح مش هيجريها وبالتالي المدافع ده يكون عنده مساحة أنه يطلع لقدام مسافات طويلة اتكررت أكتر من مرة ده بيحط أحمد زيزو في عملية اتخاذ قرار صعب جدا إما مقابلة المدافع لناحية الشمال من منتخب موزنبيق أو أنه يثبت مع المدافع الأيسر لمنتخب موزنبيق أو الظاهير الأيسر لمنتخب موزنبيق اللي بدأ بالفعل يتدرج الوضع ده اتكرر أكتر من مرة وكنا بكتشف أن زيزو بيفضل في حالة عدم اتخاذ القرار لحد ما المدافع ده بيوصل للمنطقة دي في وسط الملعب تقريبا وسط الملعب عمدنا مشغول بسنائي وسط الملعب في موزنبيق ومحمد صلاح مكسل في الضغط أو متأخر في الضغط ومتطفى محمد قدامه مصافة طويلة جدا عشان يضغط وبالتالي ما فيش غير أحمد زيزو هو اللي قدامه ياخد القرار اللي كان بيحصل أنه كان الجناح بتاع موزنبيق بينزل يسحب محمد هاني والباك بيجد مساحة كبيرة جدا على الطرف وأحمد سيد زيزو بيكون عاجز عن اتخاذ القرار الشكل ده برغم أنه تكرر أكتر من مرة لأنه كان فيه حل ما كانش فيه أي حل من روي فيتوريا علشان يواجهه وشفنا في لقطة من اللقطات اللي كانت في الشرط الأول واحد من اللقطات اللي زيزو كان ظهر فيها بيشاور لروي فيتوريا أثناء تقدم مدافع الأيصر بيشاور على الضغط اللي كان بدء من قدام اللي عند الخط الأول اللي في موجود فيه صلاح ومصطفى محمد وبيقوله مش قادر أعمل حاجة في ظل هذه الحركة من مدافع الأيصر وبالتالي كان دايما منتخب موزنبيك قادر يخلق مسافات كبيرة جدا 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 على طرف الشمال بتاعه وطرف اليمين لمنتخب مصر الشكل ده ومعظم الأشكال اللي حاول يعملها منتخب موزنبيك في اختبار أحمد سيد زيزو في ظل عزلة تامة في الخط الأول أو في ظل بعد تام من الخط الأول للضغط لمنتخب مصر كان مخلي منتخب موزنبيك وقت استحوازه على كرة بيقدر يتدرك طبعا لقدراتهم الكروية اللي مش متفوقة قوي ما كانوش بيقدروا يخلقوا فرص كتير على منتخب مصر ولكن في النهاية الغرض الأساسي في كسر خطين ضغط على الأقل كان بينجح بشكل كبير جدا المشكلة برضو كانت بتحصل لما بنروح لمرحلة ضغط متأخرة شوية أو لما كان منتخب موزنبيك بيقدر يتخطى خطين الضغط الأولين ويأخر خط الدفاع بتاع منتخب مصر ألا وهي الحركة على أطراف الملعب أو ما يسمى بدفاع العرضيات منتخب مصر كان بيجد نفسه في كل المرات قدام معدلة أساسية إنه في جناح من منتخب موزنبيك دخل في القلب في زهير متقدم من منتخب موزنبيك واخد الطرف فبالتالي شغل مساحة كبيرة وفي نفس الوقت الكرة بدأ من عند زهير أيمن أو بدأ من عند جناح أيمن لمنتخب موزنبيك بيجبر الزهير الأيسر لمنتخب مصر على الخروج وبالتالي بيجبر المدافع الأيسر لمنتخب مصر إنه هو كمان يطلع يأمن المساحة دي وبالتالي العمق بيبقى فيه مشكلة كبيرة لأنه فيه موقف 2 على 2 ولكن 2 على 2 مش هو المشكلة السيئة ولكن المشكلة السيئة في إنهم وضعيتهم سيئة جدا المفترض إنه في دفاع العرضيات فيه دور مهم جدا المفروض يقوم به واحد من سنائي وسط الملعب أو على الأقل الارتكاز الأساسي لوسط الملعب في المبرادي كان المفروض إنه يكون محمد النمي وهو إنه يأمن المسافات البينية أو المسافات اللي بيتم تفرغها في خط الدفاع الرباعي وقت ما بيكون فيه عملية دفاع على العرضيات اللي لاحظناه في معظم اللقطات اللي كان منتخب مصر بيواجه فيها عرضية من الطرف الأيسر أو منطرف الأيمن إنه محمد النيني ووسط ملعب منتخب مصر بيكتشف متأخر إنه محتاج يخش يأمن مساحة عمق لمنطقة الجزاء أو عمق خط الدفاع بتاع منتخب مصر واللقطة اللي تم تسجيل منها الهدف الأول لمنتخب مصر بيكتشف شفنا إنه محمد النيني كان بعيد تماماً عن التواجد في المنطقة اللي مفروض يحميها قاله هي عمق الدفاع وبالتالي في أكتر من اللقطة غير لقطة الهدف الأول شفنا إنه أحمد حجازي في حالة صعبة جداً عنده قرار صعب مش قادر يتخذه إنه مش قادر يروح يأمن مساحة محمد عبد المنعم اللي محمد عبد المنعم تركها وفي نفس الوقت مش قادر يتابع المهاجم اللي داخل منطقة الجزاء من منتخب مصنبيق واللي بالفعل كان بسبب خطورة ده بيترطب عليه مشكلة تانية ألا وهي إنه محمد هاني مش قادر هو كمان يركز مع المهاجم الجناح بتاع منطقة مصنبيق اللي داخل لقلب المنطقة ولا قادر يركز مع المهاجم اللي في ظهر أحمد حجازي وداخل بالفعل منطقة المواضلة بتاعة المدافع الرابع وجهها محمد هاني أكتر من مرة وكان بيجد فيها منشكل كبير واستقبل منها أهداف مع منطقة مصر ومع النادي الأهلي وهي إنه في الحالة دي ما بيكونش شايف المدافع اللي بتحرك من ظهره لما بيكون العرضية جاية من ناحية الشمال لكن اللي ظهر النهاردة إنها مش مشكلة محمد هاني أو هي مش مشكلة فردية في محمد هاني لأن احنا شفنا محمد حمدي عنده نفس المشكلة وبالتالي هي مشكلة التعليمات واللقطة اللي كانت مشهورة أو اللقطة اللي خدت تركيز كبير اللي محمد حمدي ما كانش شايف فيها ظهره بشكل كويس ولعب الكرة بشكل سيء جدا باتجاه المرمى منطقة بصر واستغلها أو يعني تعامل معها محمد الشيناء بشكل جيد بطلعها هي لقطة بتوضح وبتبرز إن المشكلة مش في مدافع باسمه ولكنها في الاستراتيجية بالكامل وبالتالي غياب وسط الملعب عنه قيام بدوره في عملية الدفاع ضد العرضيات أو دفاع ضد عرضيات الخصم بيسبب مشاكل في وضعية خط الدفاع وفي عملية تأمين المساحات اللي بتفضى في خط الدفاع بسبب الحركة والترحيل المشكلة الثانية واللي بتظهر بشكل واضح جدا وهي مشكلة وضعيات جسم مدافعين منتخب مصر واللي تبروزت جدا في لحظة تسجيل الهدف الأول لمنتخب مزمبيك لو شفنا اللعبة من بدايتها هنكتشف إنه وقت رسالة العرضية من منتخب مزمبيك كان محمد هاني وأحمد حجازي في القلب معهم اثنين مدافعين واللي مفروض إنه موقف يمكن التعامل معاه ولكن اللي سوى الموقف أو اللي خلاه يصل إلى هذه النتيجة إنه من وقت تراجع محمد عبد المنعم كان تراجع بطيء جدا ما خلاهوش يكتشف إنه فيه مدافع بيجري في ظهره هو كان بيجري بوشه للجون ظهره مش للملعب الكامل وبالتالي كان فيه مدافع أو فيه مهاجم منتخب مزمبيك قادر يستغل المساحة اللي محمد عبد المنعم مش شايفها ويتمركز في ظهره ويستعمل العرضية وصل منطقة الجزاء بالآخر ما قدرش يشوف المهاجم وبالتالي تم تسجيل هدف مزمبيك الأول وبروز مشكلة الدفاع العرضيات اللي كانت مستمرة خلال المباراب الكامل ضد منتخب مزمبيك وبما أننا اتكلمنا عن الهدف الأول اللي استقبناه ضد منتخب مزمبيك فكان لازم وضروري نحن نتكلم عن الهدف الثاني اللي استقبناه ضد منتخب مزمبيك واللي ظهرت فيه مساحة كبيرة جدا في دفاع منتخب مصر واللي ظهر فيها أنه أحمد حجازي مرهق جدا مش قادر يتعامل مع المواقف بشكل جيد عانى أنه يغطي المساحة اللي في دارة محمد عبد المنعم ولكن لما ترجع بالكدر كام لقطة الورا تكتشف أنه اللقطة أو المشكلة بدأت عند حركة محمد عبد المنعم الأستباقية اللي ما كانتش في موضوعها أو بمعنى أضاق لما أخدها ما كملهاش للآخر وسببت مشكلة كبيرة الوضعية اللي كانت منتخب مصر موجود فيها في لحظة استقبال الهدف التاني وضعية تسمى بالرست ديفنس أو ما يسمى بالرقابة الوقائية اللي هو شكلك الدفاعي أثناء حياثتك على الكورة المفترض أنه المدربين حاليا في أوروبا بيحاولوا يخلقوا شكل الدفاعي جيد جدا أثناء الحياثة على الكورة يعني أنا لوقتي لو معايا الكورة وبحاول أهاجم أو بحاول أختارك مساحة الخصف الشكل بتاعي وأنا بدافع أو وأنا بهاجم تمركوزي إزاي بالضبط بحيث أنه لما أخسر الكورة ما تتسبب ليش في مشكلة في عملية التحول وبالتالي بيحاولوا يخلقوا رقابة وقائية على مهاجمين الخصف اللي بعاد تماما يعني الكورة بحيث أنه وقت خسرت المنتخب المصر للكورة يكون المهاجمين بتاع منتخب مصميق قريبين من لعبتنا بحيث أن احنا نقدر نحمي المرتدة اللحظة اللي خسرنا فيها الكورة كان المفروض محمد عبد المنعم ده كان الشكل تقريبا كان المفروض محمد عبد المنعم يكون قريب من مهاجم منتخب مصميق وقت وصول التمرير لمهاجم منتخب مصميق كان محمد عبد المنعم محتاج يخرج أو هو خد القرار بالفعل بالخروج على المهاجم بتاع منتخب مصميق عشان يقتع الكورة من قبله لكن لسبب غير معروف محمد عبد المنعم اكتشف بعد ما قرر من منتخب مصميق أنه مش هيقدر يقتع الكورة وبالتالي هو محتاج يرجع يأمن خط الظهر والمساحة اللي هو سبب خط الضار ولكن للأسف كان متأخر لأن مهاجم منتخب مزمدين كان استلم بالفعل ومرر التمريرة في ظهر محمد عبد المنعم واستغلها المهاجم التاني في ظهر محمد عبد المنعم وقدر يعدي من أحمد حجازي ووصل بشكل منفرد لمحمد الشناوي وسجل الهدف التاني مشكلة مركبة مشكلة رجع على نظام الفريق بالكامل ولكنها كمان مشكلة في المرجعيات أنه اللعيبية منتخب مصر للأسف ما عندهاش مرجعيات كافية أو الواضح أنه أثناء مراحل التدريب اللي بتكون طويلة جدا قبل البطولات المجمعة أو قبل معسكرات منتخب مصر التركيز فيها على مجموعة من المرجعيات ما بيكونش بالكسافة الواضحة أو على الأقل التركيز ما بيكونش ذات تأثير كبير بنشوف بالمباريوط ولذلك شفنا استقبال الهدفين بشكل غير جيد إطلاقا أو بشكل فيه مشاكل واضحة لمنتخب مصر ومشاكل مكثفة ومتكررة بتوضح أن المشكلة مش سبب عارض ومش سبب خطأ فردي أو خطأ ترطب عليه مجموعة من الأخطاء ولكنه أخطاء بتتكرر لحد ما بتنتهي بتسجيل أداف خلال نفس المباراة واللي خلينا نرجع للعنوان اللي بدأنا به الحلقة ألا وهوى أن المفاجأة الأساسية مش في أنه منتخب مصر اتعادل مع منتخب موزنبيك أو في أنه فشل يفوز على منتخب موزنبيك ولكن المفاجأة الأكبر كانت أنه لو كان منتخب مصر قدر يكسب المباراة بهذا أداء السيء المباراة دي المفروض تكون محور نقاش كبير بين روي فيتوريا وجهازه الفني علشان نبدأ نعالج كافة المشاكل اللي وجهتنا وأنه ممكن نعالجها بشكل سريع جدا ببعض القرارات البسيطة وفيه مشاكل هتتطلع بوقت أطول ولكن في النهاية المهم هو الاعتراف بالمشكلة علشان نبدأ مرحلة الحلول اشتركوا في القناة